يعتبر الاحتفال بالمولد النبو الشريف هو حدث مهم في العديد من المجتمعات الإسلامية حول العالم وده لأنه بيحيي ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن هل سألت نفسك في يوم من الأيام إزاي وإمتى بدأ الاحتفال بالمولد النبو الشريف؟ في الفيديو ده هناخد رحلة عبر الزمن نستكشف فيها الخلفية التاريخية لهذا الاحتفال ونتعرف على أصوله وكمان هنتعرف عن رأي العلماء حول شرعية الاحتفال بالمولد النبو الشريف أهلا وسهلا بكم أصدقاء صفحة وقناة التاريخ الجامعة معاكم محمد محمود النهاردة إن شاء الله هنتعرف عن إمتى وإزاي بدأ الاحتفال بالمولد النبو الشريف يتم الاحتفال بالمولد النبو الشريف في كل عام هجري يوم 12 من شهر ربيع الأول وهو يوم مولد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بهدف إحياء ذكره وأول من احتفل بالمولد النبو الشريف هم الفاطميون أثناء فترة حكمهم في مصر في القرن الرابع الهجري وكان هدف الفاطميين من الاحتفال بهذه المناسبة هو إظهار حبهم وتقدرهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه السمحة فأقاموا الاحتفالات في الشوارع وعملوا على تزيين المنازل والأماكن العامة بالزينة والإضاءات الجميلة وكانت مظاهر الاحتفال بتبدأ بقراءة القرآن الكريم والأدعية والأناشيد الدينية ومش بس كده دول عملوا كمان على تقديم الطعام والهدايا للفقراء والمحتاجين وكان من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبو الشريف هي حلاوة المولد واللي يرجع الصبق في صناعتها وبداية ظهورها للفاطميين برضو فظاهرة السمسمية والحمصية والفولية وأهم هذه الحلوة هي عروسة المولد واللي اختلفت الروايات حول ظهور فكرتها ففي روايات بتقول أن فكرة عروسة المولد ترجع لما كان الحاكم بأمر الله بيخرج هو وزوجته في موكب للاحتفال بالمولد النبو الشريف وكانت زوجة الحاكم في هذه المناسبة بترددي ملابس بيضاء وتضع تاج من اليسمين فوق رأسها فبدأ المصريين يصنعوا الحلوة برسم الأميرة كعروسة جميلة ورسم الحاكم كفارس على حصان وعملوا على توزيع منتجاتهم على عامة الناس والأطفال أثناء مرور موكب الحاكم في الشوارع وأعجب الحاكم بأمر الله بهذه الفكرة أما عن رأي العلماء في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يرى بعض العلماء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو عمل محمود بيظهر الحب والاحترام لرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأن وسيلة للتعبير عن الشكر لله على إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا وللعالمين أما البعض الآخر فيرى أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس صنة شرعية في الإسلام وبالتالي هو بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه لم يحتفلوا به فيطر أنت معاي رأي من الاتنين اكتب لنا رأيك تحت في التعليقات وقل لنا إيه أسبابك في اختيار رأيك ده ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوله لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في صفحة التريف الجامع على الفيسبوك وتشتركوا في القناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس فيها علشان يوصل لكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التريف الجامع أشوفكم على خير والسلام عليكم